بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في حد من الاخوة سألني سؤال زريف او بيقول ايه الفرق بين امراض القلب و امراض الصدر فالسؤال ده فتح موضوع لطيف هنتكلم فيه القفص الصدري في جهازين مهمين جدا القلب والرئتين يبقى القفص الصدري بيحوي القلب والرئتين و ربنا سبحانه وتعالى جعل علاقة وثيقة جدا 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 بين القلب والرئتين بمعنى ايه بمعنى ان البطين الايمن بتاع القلب ليس له وسيلة يضخ الدم اللي جاي له فيها خالص الا الرئتين فالبطين الايمن ده يضخ الدم في الشريان الرئوي والشرين الرئوي يوزعه الى الرئتين يعني الدم الغير مؤكسة دي الفاسد يتجمع كله من الجسم في البطين الأمن والبطين الأمن يدخ على الرئتين الرئتين تاخده وتصفيه وتنظفه وتاخد سانوكسيد الكربون اللي فيه وتزوده بالأكسجين وليس للرئتين أي وسيلة أو أي مكان ترجع الدم إلا على الأزين الأيصر بتاع القلب ثم البطين الأيصر ثم البطين الأيصر دي يدخه للجسم كله يغزيه يعني الإحكام بتاع الخالق سبحانه وتعالى الدم الفاسد اللي يرجع للبطين الأمن ملوش سكة غير إن يوديه على الفلتر في الرئتين ولما الرئتين تنظفه ملهاش أي طريق تودي الدم ده فيه إلا على البطين الأيصر عشان البطين الأيصر يدخه للجسم وهو نضيفه نقي مرة تانية فالعلاقة وثيقة جدا بين الرئتين وبين القلب وبين أي أمراض في القلب قد تؤثر على وظيفة القلب يبقى مرضى بهبوط عضلة القلب الشكوى الرئيسية بتاعتهم هو اختناق وعدم القدرة على التنفس نتيجة احتقان الرئتين ومرضى اللي عندهم مرض في الصدر وفي الشعب الهوائية ويحصل لهم تلايق في الشعب الهوائية وتضايق في الشعب الهوائية ده ينعكس بالإيجاب بالسلب على الجانب الآمن من القلب ويعمل ارتفاع في ضغط الشرين الرئوي ويعمل عبق على الأب ويعمل تضخم في القلب يبقى أمراض القلب تؤثر في الرئتين والقلب يتأثر بأمراض الرئتين والعلاقة وثيقة جدا 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 يبقى أدي علاقة القلب بالرئتين كصحة وكمرض لكن أمراض الصدر أمراض الصدر يعني هي ايه يعني هي أمراض في الجهاز التنفسي وهي مش سببها القلب خالص يعني واحد عنده أزمة رابو رابو شعبي تقلص في الشعب الهوائية وعيان عنده انفيزيمة اللي هي تضخم في الشعب الهوائية مريض عنده جلطات في الشرين الرئوية دي كلها أمراض صدرية مرض عنده واحد عنده درن والدرن ده أصاب الرئتين الرئتين كجهاز كرئة نتيجة الدرن أو بعض الناس عندهم أمراض مناعية زي حاجة اسمها الساركويدوزيس اللي يؤثر على الرئتين وعلى الشعب الهوائية ده مرض اسمه مرض صدري يعني هو بيؤثر على الرئتين كجهاز تنفسي لكن كله في الآخر هينعكس كل أمراض الصدرية في الآخر هتنعكس على مشكلة في الشريان الرئوي وتنعكس في الآخر على الجانب الآيمة من القلب ويحصل تضخم في الجانب الآيمة من القلب ويحصل تضخم في الكبد ويحصل تورم في الساقين نتيجة العب الواقع على البطين الآيمة نتيجة الأمراض الصدرية اللي احنا ذكرناها دي كلها طيب هل بقى الرئتين كوظيفة كصدر بقى ممكن تتأثر بالقلب كل امراض الجانب الايصر من القلب اللي اوردة الرئوية بتفضي فيه الدم بتاعها لو حصل مشكلة في الجانب الايصر من القلب يبقى ده بينعاكس على الرئتين والدم يتحبس في الرئتين ويتجمع في الرئتين وينزل مية ويبس مرتشح في الرئتين ويبقى كرشة نفس وديقة نفس وكحة وبلغم وبلغم مدمم وكل ده نتيجة ايه نتيجة اصابة الجانب الايصر من القلب يبقى المرض الصدري هو مرض من الاساس في انسيجة الرئتين والشعب الهوائية لكن في الاخر بينعاكس على القلب وهناك علاقة وثيقة بين امراض القلب وامراض الرئتين وربنا سبحانه وتعالى خلاءهم الاثنين في مكان واحد وحماهم بقف الصدر واحد علشان العلاقة والثيقة لا يكتمل عمل القلب بدون الرئتين ولا يكتمل عمل الرئتين بدون القلب ووجود اي مرض في احد الاجهزة يؤثر في الاخر وكل منهما يتأثر بمرض في الاخر فسبحان الله الذي اوضع هذا السر في خلقه وصدق رسول الله حينما قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الاعضاء بالحمى والصهر الا ان في الجسد مضغة اذا صالحة صالحة الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فالقلب يؤثر بامراض كلها في الرئتين ويتأثر القلب بكل غرفه بما يحدث من امراض في الرئتين وصدق الله وصدق رسول الله اشتركوا في القناة